ماراثون الطريق إلى قرطاج انطلق في مشهد سياسي يحفه كثير من الغموض إلى جانب عدد من المفارقات التي لم تألفها تونس فهناك 26 مرشحا قبلت أوراقهم وهو رقم يعتبر كبيرا للغاية ويضع تونس أمام عرض انتخابي متضخم فكثير من المرشحين لم تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة لشخص رئيس الجمهورية ما يفتح الباب أمام كثير من الاحتمالات والمفاجآت غير المتوقعة ومع فتح باب الترشح للانتخابات ظهرت على الساحة عدة شخصيات أثارت الكثير من الجدل إحدى هذه الشخصيات هو نبيل القروي رجل الأعمال وملك قناة نسمة الفضائية والمسجون على ذمة تحقيقات في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي والذي رفضت محكمة استئناف تونسية الإفراج عنه مؤخرا وتدير زوجته حملته الانتخابية حيث لا يمنع القانون الانتخابي التونسي أي سجين من الترشح في الانتخابات طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي ومن الشخصيات المثيرة للجدل أيضا عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر والتي يعتبرها البعض أحد وجوه نظام بن علي والتي طلقت مؤخرا تهديدات بالاغتيال ما جعل الداخلية التونسية توصيها بتغيير محل سكنها بصفة دائمة كما أن هناك عددا لا بأس به من المرشحين الرئاسيين يحملون جنسية دول أخرى أبرز هؤلاء رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي أعلن تخليه عن جنسيته الفرنسية الثانية مع خوضه غمار الترشح للانتخابات الرئاسية ويحمل الجنسية الفرنسية أيضا المرشح مهدي جمعة رئيس حزب البديل والذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء ويحمل الوزير السابق سعيد العادي الجنسية الفرنسية كذلك وكان يشغل منصب وزير الصحة وقبله كان وزيرا للتشغيل وهناك المرشحان الهاشم الحامدي رئيس حزب تيار المحبة ورجل الأعمال سليم الرياحي ويحمل كلاهما الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته التونسية ويجب الدستور على المرشحين لرئاسة الجمهورية التخلي عن جنسيتهم الثانية حال فوزهم بالانتخابات على أن يضمنوها في ملف الترشح ورغم المفارقات والتحديات يظل المشهد الانتخابي في تونس من دعائم الدولة التي ما زالت تتشكل ملامحها الجديدة منذ ثورة 2011 اشتركوا في القناة